ما فيش تغيير خالص حصل في مصر تعرف في نغمة كده بتطلع لازم من وقت اللي تقع ايه التغيير ايه اللي حصل فيش حاجة ده بالعكس التغيير هو سنة الحياة طول ما احنا عايشين طول ما فيه تغيير حلو بس الواقع بتاعنا هل احنا بنتغير للأفضل ولا محلك سر بالطبع احنا بنتغير للأفضل والدليل على كده ان احنا لحد النهاردة الحمد لله دولة بتحقق معدلات نمو كويسة جدا في ظل توترات اقتصادية عالمية يمكن العالم ممرش بيها منذ سنوات طويلة ازمة اوبئة طحنت الدنيا كلها خلال سنتين دخلت علينا بعد كده الازمة الروسية الاوكرانية وعملت اللي عملته في الاقتصاديات بتاعة العالم كله ورغم ذلك الحمد لله احنا دولة مستقرة بنلاقي احتياجاتنا الاساسية وغير الاساسية اتفرج على المطاعم والمحلات والشوارع هتلاقي مصر بخير جه التغيير موجود ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بننظر للافضل وبننظر لكم التحدي اللي موجود في الدولة المصرية سواء تحدي متعلق بالزيادة السكانية سواء تحدي متعلق بثقافة الاستهلاج بتاعة المواطن سواء تحدي بمتطلبات واحتياجات المواطنين في ظل طبعا قصور كبير جدا في سلاسل الامداد والتوريد حوالين العالم ورغم كل ده دولة بتسعى والدولة بتجتهد وبركة الشعب المصري ان شاء الله يعني تكون موجودة في كده يعني طب لوتو محمد حضرتكم كأساد ذات استثمار ورجال اقتصاد أكاديميين شايفين انه حصل تغيير في البنية الصناعية المصرية للأفضل؟ بالتأكيد احنا النهاردة بنتكلم على حوالي 114 منطقة صناعية في مصر يمكن الجزء الأكبر منها يعني النصيب الأكبر موجود في القاهرة بحوالي تقريبا يعني 15% بنتكلم على تقريبا 18 منطقة صناعية يليها بعد كده الإسكندرية تقريبا النص تسع مناطق صناعية يليها بقى الحاجة الجميلة الأسيوت وباني سويف ويمكن بقول أسيوت بالذات لأنه وفقا لتقرير الدخل والإنفاق الأخير كانت محافظة أسيوت أكتر محافظة في مصر فيها نسبة فقر فده دليل على أنه الدولة بتفكر أن هي تعمل مجمعات صناعية ومناطق صناعية في المناطق الأكثر احتياجا لما بنلاقي محافظة فيها معدلات الفقر بشكل عالي جدا فبالتالي حضرتك محتاج توظف طاقات هذه المحافظة علشان تقدر توفر فرص عمل وعلشان تقدر تشغل الموارد اللي فيها وبالتالي الطبقة اللي هي موجودة تحت خط الفقر تقدر أنها تنطلق لأعلى وتعتمد على نفسها شيئا فشيئا عندنا مشكلة مش هنقول أن كل حاجة يعني وردية مشكلة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في مصر هتلاقي محافظات نصبها لا يتعدى منطقة أو اتنين بالكتير ومناطق مكتزة بالسكان يعني احنا مثلا عندنا محافظة أهلية أو عندنا المنوفية أو عندنا محافظات حدودية مثلا في جنوب سيناء عندنا أسوان والأقصر ومطروح لا يتعدى فيها المناطق أو المجمعات الصناعية منطقتين فهنا بقى لازم ننظر للتطوير لو احنا عايزين نتكلم على تطوير لازم ننظر للتكلفة اللي المواطن ممكن يتحملها نتيجة النقل والتخزين المرتبط بهذا النقل اللي احنا بنقول عليه علميا سلاسل الإمداد والتوريد فبالتالي حضرتك لازم تروح تنتقل وتأثر السلسلة كلما أمكان ذلك علشان ده ينعكس على المواطن في إتاحة السلع ليه بشكل سريع فيه تكلفة إن السلع دي بيكون مقصوص منها تكلفة النقل وتكلفة التخزين كلما أمكان ذلك فيه حتى إن المواطن ده ما يلجأش إنه هو يجي للمحافظات الكبيرة زي القيارة على سبيل المثال واللاقي الاقتصاص الكبير في التكادس وما تحصلش هجرة داخلية وما تحصلش طبعا هجرة داخلية فده من أحد العوامل اللي بتخليك بسرعة عايز تتحرك في هذا الإطار والقيادة السياسية بتؤكد باستمرار على إنه إحنا جاهزين القطاع الخاص يتفضل يدخل وعندنا النسبة وصلت لحوالي 75% اتفضلوا بكل ما قطينا من قوة إنه إحنا ندخل نعمل مجمعات صناعية لأنه أسوات يوسف الصناعة هي النبض بتاع مصر عايز أقول لحضرتك إنه الصناعة بتشارك بحوالي 17% من إجمال الناتج القومي الصناعة بتوفر ما يقرب من 15% من فرص العمل المفروض موجودة في مصر الصناعة بتحقق لك صادرات يمكن نسبتها من 60% إلى 65% من إجمال الصادرات بتاعتك كلها الصناعة بتحقق لك صادرات حوالي من 70% إلى 75% من الصادرات غير النفطية فأنت بتتكلم على قطاع هو الحياة بالنسبة للبلد أنت بتتكلم على قطاع لما حصلت أزمة كورونا والعالم كله حصل له شلل وتوقف والبلدان قفلت على بعضها لقيت إن سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالتصنيع أثرت على المواطن بشكل مبالغ فيه واللي احنا بنعاني منه النهاردة من ارتفاع أسعار لمستلزمات الإنتاج أو لمعدات وآلات وأشياء احنا بنستخدمها زي السيارات والإلكترونيات على سبيل المثال ده كان نتاج الأزمة اللي حصلت من سنتين احنا بنلاقي صادرها النهاردة طيب السؤال بقى اللي يتقال ماذا لو كان لدى مصر قاعدة صناعية سواء بقى في مجال السيارات سواء كان في مجال الآلات والمعدات سواء كان في مجال الإلكترونيات سواء تصنيع زي ما كنت تتحدث مع الضيف الكريم من شوية عن ان احنا عايزين نعمل زيت الطعام عندنا في مصر يعني احنا عندنا العجز في زيت الطعام مصر اللي حوالي 97% بنستورده من برة فبالتالي انت ما بقاش عندك رفاهية التصنيع ده انت بقيت مجبر على هذا الأمر فتوجه الدولة النهاردة إلى انك عايز تزود أو تعمق المنتج المحلي قدر الإمكان انك عايز تقلل الفاتورة الاسترادية اللي ممكن تستنفذ منك العملة الصعبة قدر الإمكان انك عايز تفتح مجمعات صناعية وتنشؤ مدن صناعية كاملة وانت في مصر 27 محافظة مهيئة لكده انت لما جيت تعمل مدينة الأساس في ضمياط لما جيت تعمل مدينة البلاستيك في مرغم لما جيت تعمل المدينة النسجية في المينيا لما جيت تعمل مدينة الرخام اللي احنا بناخد فيه صدر عالمية في العين السخنة لما جيت تعمل صناعة مهمة جدا في الروبيكي وعملت مدينة للدباغة والجلود مدن صناعية متخصصة على غرار ما يحدث في الصين وعلى غرار ما يحدث في اليابان انت بقى متجه انك عايز تعمل في صناعات كتيرة جدا واهمها طبعا الالكترونيات والصناعات النسجية والصناعات الدوائية كماس من المستثمر بقى في هذه الحال هي الحكومة بتبزل جهود كبيرة جدا خلال الفترة الماضية ولكن تعال حضرتك حالا بنتكلم على اي نوع من المستثمرين هل هو مستثمر داخلي ام هو مستثمر خالي خارجي لحد هذه اللحظة اللي شايل البلد المستثمر الداخلي وخلينا نكون صدقين مع نفسنا حلو 85% من حجم التمويل الموجه للمناطق الصناعية من الداخل وليس من الخارج